اشتركوا في القناة وإذا كان هناك إلغاء هل الإلغاء نهائيا أو لهذه السنة فقط وهل هذا القرار أي قرار الإلغاء في صالح التلميذ أم لا وكجواب على السؤال الأول هل فعلا تم إلغاء شهادة تعليم الابتدائي الإجابة هي نعم بحيث قررت وزارة التربية الوطنية إلغاء شهادة تعليم الابتدائي بحيث تم الإعلان عن هذا الخبر في وسائل الإعلام أي في التلفزيو وبالتالي نحن ننتظر القرار المكتوب الرسمي من وزارة التربية الوطنية في صفحتها الرسمية وإذا تم نشره سوف أضعه لكم إن شاء الله في القناة الآن هل هذا الإلغاء هو نهائي أو لهذه السنة فقط إذن الإلغاء حسب قرار وزارة التربية الوطنية هو إلغاء نهائي معنى من اليوم فصعدا هذه السنة والسنوات المقبلة لن يكون هناك امتحان لشهادة التعليم الابتدائي وأمام هذا القرار أكيد تتضارب الآراء بأن هذا القرار في صالح التلميذ وهناك من يقول ليس في صالح التلميذ ورأيي الشخصي وهو يبقى فقط رأي شخصي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ أرى بأنه هذا القرار ليس في صالح التلميذ ومن بين الأسباب التي جعلتني أرى بأن هذا القرار ليس في صالح التلميذ هو مستوى التلميذ بحد ذاته فإذا كنا اليوم لصنا راضين على مستوى التلميذ كيف لنا أن نسمح لهذا التلميذ بأن ينتقل إلى المتوسط بدون تقييمه بامتحان رسمي أما السبب الثاني فإن إلغاء شهادة التعليم الابتدائي أكيد سوف يجعل الكثير من التلميذ يتهاونون في دراستهم وهذا الأمر نلاحظه أكثر من مرة في السنوات السابقة ففي الكثير من الأحيان نجد مثلا في السنة الرابعة تهاون لدى أحد التلميذ ثم في السنة الخامسة نجده بأنه يدرس بكل جدية وحتى مستوى يكون أحسن لماذا لأن يعلم بأن هناك امتحان رسمي يجب أن يستعد له جيدا وإضافة إلى هذه الأسباب أرى بأن مثل هذا القرار المهم يجب أن يتخذ بعد دراسته جيدا بحيث لا يمكن أن نقوم بإلغاء شهادة تعليم الابتدائي في ذل هذا البرنامج الموجود في المدرسة الجزائرية بحيث من أجل أن نقرر بأنه لا يوجد هناك امتحان في الابتدائي يجب أولا أن نضع برنامجا يسمح فعلا بأن كونات الميدا يمكن أن ينتقل إلى المتوسطة بدون امتحان والأكيد أن هذا الكلام مجرد رأي شخصي يحتمل الصواب كما أنه يحتمل الخطأ المهم أكتبوا التعليقات في هذا الفيديو أخبروني هل أنتم ضد أو مع هذا القرار وكيف استقبلتم هذا القرار وإلى أخبار أخرى أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته